استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة سويس وليد جمال الدين وفدا من مدينة يانتغان الصينية وتناول الاجتماع بحث التعاون المشترك خاصة في مجال صناعة النحاس وتطبيقاته الذي تشتهر بها المدينة إلى جانب التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المنطقة الاقتصادية الخاصة لمدينة تابعة لها والميناء المتصل بها سواء لجذب الشركات الصينية للعمالة بالمدينة الراغبة في التوسع خارج الصين أو التعاون مع الميناء في الأنشطة اللوجستية المختلفة